السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من قناة تربيت الحسون اليوم سوف نحضر على موضوع خفيف والذي هو الفيتافورم قبل أن نحضر على هذا كانت ناس سألتني ياسر عليها تطول بهدي لنا فيديو أخيوتي أنا لا نطول بهديو أنا كي نلقى حاجة تفيد العصفور ونجربها وتصلح نقدمها كما الناس في اليوتيوب لكثرة ياسر يضع أي موضوع ويضع كل يوم موضوع على غربها يبان أو يقدم في موضوع أنا أعني فكرة مختلفة على الناس كامل مثلا أعطيكم مثال عدت الناس في اليوتيوب يقعد في الغابة بالعصفور يرى حشيشة أقضي لهم موضوع يرى بخوش أقضي لهم يا ناس كما نقول كثرة الكلام فاهم قل ودل كين واحد نشكره كثيرا ويجتهد صح وقاعد يعمل في خدمة ملاحة أنا أدرني أرمه وبدأ يعجبني اسمه نسمي صفحتي أصدقاء أصدقاء الحسون هذا إنسان يخدم من قلبه ويجتهد ويشرح لك بالحاجة السلاطة يشرح لك الفوائد هذيك هذيك أعملك النوطات أعملك هكذا هذا إنسان نحترمه هذا بدأ يعجبني يجتهد صح نعم ليس كما بقي الناس كامل يديروا غرف المواضيع المهم يدير موضوع بهيبان يقدم فيه موضوع المهمة أحضروا في حتا واحد أنا رجعت على الناس اللي سألتني أطول بهدير لنا فيديو وليس تضع لنا كما الناس كل يوم سنستفادوا أنا أخيوتي كل ما نجد موضوع جيد ومفيد نقدم لا يوجد موضوع نكتفي أني نسكت ونتابعه فقط لا نعرف أن نعطلي وحدة حاجة نستقبلها نعرف أن نمد لي المهم نرجعون إلى موضوع اليوم ما هنهضروا عن موضوع والذي هو دواء بشري فيتافوروم تعدريري صغار هذا معمر بالفيتامينات لعلاج الحسون والكاناري في الفشل يعني كيعود عندك حسون ولا كاناري فشل مبولي يعني منفوخ فشل يغني بصوت خفيف مرخوف عنده ضربة ريح ماهوش مكل مليح ماكش تعطيه في الأكل الكامل بها يغذيه يكون العصفور تاعك كما نقول لحنا العصفور يتحبوا يكون لازم يكون أنواع زراري كامل تعطيه الأسل تعطيه الحريقة تعطيه الشعالة تعطيه خضراء فواكه وليهوش فارغ الحاجة هذه يعطيه ديما غير براقة سيئة رح يترخف لك العصفور وماهوش هذا الدواء يعني رامبلاسي الأكل هذا الدواء يعاود أنه يقوّل العصفور تاعك ويريكي بير وليهو فيتامين لينقسينه بها يكون في صحة جيدة بها ترجع أنت تريكي بير يتعود الدعمه بالأكل أنواع الأكل كامل يحتاجها العصفور هذا الدواء اسمه فيتافورم هو دواء بشري لعلاج الأطفال الصغار أنا استعملته شخصين العصفور تاعي ما شاء الله أنا استعملته في الماء في البيفت على الماء ما تقول لي ما نحطه في الجيمة يستعمل في الماء هو قبل ما نشرحه شوفوا كده فيها من فيتامين فيتامين A فيتامين B وفيتامين B بلزير فيتامين يعني كثير من الفيتامين تكتوفوا في الماء فيتامين A لديك 250 ألف فيتامين B1 B2 فيتامين B6 B5 D طرواء المهم ما شاء الله في أنواع كثيرة من الفيتامين تحل البوات وتقرأ نوتيس ستجد كيفية الاستعمال والفوائق يعني يا ناس ليس مصدقني ولا ما تقنعش لا يستعملوش أنا شخصيا استعملته عندي عصفورتي عنده ثلاث سنوات رايح للاكو V وقاوي ما شاء الله دير نيرمون ضعف حاطيت له هذا ما شاء الله العصفورتي عروا ما شاء الله وهاي العلبة التي تحتها كيفية بها ما تقول ليش أعطيني نوع الدواء ولا القارورة كما الناس هبلتونا نشرحوكم الحاجة تعود تسقسيني على هاهو فيتامين فيتافورم خمسين ميلي لتر هاهو كيفاه جي فيتافورم هاهو اللي تغيب له خلاه القارورة جيفاها هذه دوائرات بليكولير خاص بالاطفال الصغار كيفية الاستعمال تقدر تستعملها للحسون والكناري ولا اي طائر مفبلي حكمته ولا في بلاس تريكي بيريلو لفيتامين تاعه تمدها له وتقدر داوي بها حتى للانسان الكبار هو يقولك الشخص البالغ تحط 25 قطرة في الماء يعني كيفية الاستعمال تضعها للعصفور لا تقولك نضع له 15 قطرة ولا 10 قطرات ولا 27 قطرة هاهو كيفاه هنا تضع له خمسة قطرات خمسة قطرات في المشروب الماء في البيفان كل ما تشوف حاطيتي خمسة قطرات تشفت الماء مزالة بين الماء أبيض عاود تضع ثلاثة قطرات ثلاثة قطرات حتى تشوف الماء بدأ يصفار كي تشوف الماء بدأ يصفار قطرات يعني تقدر تضع له 10 قطرات سبعة ثمانية مهمة تضع يعني لا تضع 15 قطرة بارسكيو قادر قادر يقتل الحسون أو العصفور أو الكاناري بارسكيو هو الانسان كامل يعطيه 25 قطرة الآن الفرخ يعني عصفور صغير يعني لا تضع 10 قطرات كما نشرح لكم تضع 10 قطرات أو 6 أو 5 قطرات يصفر لك الماء في البيضات تجعلها من مدة يوم كامل لوندو ماء تعطيه ماء نظيف وتشوف معها بداية تحبكة اللهم يسهل تشوفوا من زال المفبلي تعود لعملي حتى يشوف العصفور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة آخرى وإن شاء الله تدعمونا باللي بارتاج وليجا متاعكم بنزيد ونعطوكم موضوع آخر مهم هذا الدواء مفيد للعصفور إذا كان مفبلي ولا ترخفلك وانت في مرحلة تجهيز العصفور للا كوفي سلام